ترجمة نانسي قنقر ماما، دعني أخذ هذه الكنزة حبيتها كثير، شوفي ما أحلاها علي إيمي من أيدك، إيميها، إيميها، إيمتي أنا كنت ألبسكم هيك قواعي؟ معقولة خالي، معقولة، بيشتري هيك قواعي على عماها، وشناتي مليانة بدون ما يعرف شو فيها طب، إنتي ليش ما أنت شفتيهم لما عرفتي أنه خالوا رح يشتريهم؟ لك شلوندي إلا ورجيني إياهون، وهي لا بتحكي عربي ولا عم تفهم علينا ولا عم نفهم عليها بس لما سمعت أنه مع أواعي للبيع، شفتك لمعت عيونك، وقلت ضغري أنه منعمل حفلة لأمو بس أنت لحالة، كل كون، حفلة، بارتي، كلوديا الشيفر يارا خلص بقى، أنا لمعت عيوني وليه؟ حسابك بعدين يعني واحدة أجنبية جايبة مع شناتي أواعي، مين بيجيب باله إنه جايبة مع شرطيت؟ لا أماما، مو هيك قصدي، ما تزعلي مني خلصنا ليكي ليكي ماما، مو كلهم شرطيت، شايفتي يا شو حلوة؟ أو هذا البوت، مو كربوش؟ لونه حلو، رفيقتي هبة كانت لابسة مثله، ولما سألت من وين جايبتي؟ قالت لي دادي يجب لي من ألمانيا، ليكي في فيه؟ مو شغل روسيا، تركي، اي روحي ضبييون ضبييون من وشي، ضبوها الأواعي، نقلبت ريحة البيت فضاها كأني قاعدة بصقاء البرغول، وهلأ بس يجي خالي بدي إليه ياخدون، يروح يتصرفيون، يودرون شو بدي فييون؟ طبا ما خليني أخد هات، والله حلو شوفي ما أحلى علي تركي من إيدك فوتي غسلي، لا تحممي، كل ياتكم تحمموا، ليقوم يصيبكن شي مرض ليكي ماما، هدول بيجامات رياضة، شوفي، هاي بيجامة وموت البيجامة أنتي مطيعة؟ مو رجع خالو جايب معو شلطيتين تانية؟ ولا تخطم من إيدك الخانوم قاعدت لي يخدون لك شو تاخدهم لما تاخدهم؟ عمالك نزيل على الأرض؟ الخانوم قاعدت لي لم ياته لي خدون خانوم؟ لك وين ياخدهم باي ياخدون؟ لك شلط مليانين أواهي دافع يوم، دمني وين ياخدون؟ يا خانوم، أنت هوا عابق اللي لا تاخدون، أنت عم تقول لي خدون؟ طيّ، شو قلت لي لي داخدون ولا ما أأخدون؟ لك شو تاخدهم بما تاخدون؟ عمالك نزل في إيدك؟ عمرك معلّم أوه خوف 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 تعلم العاصمة حبك هذه بريد وقح مرجع استحي ولا يعلم بينما أمات الناس لازم تمسيق مع جهرانك و побدلوه بدلوه بدلوني يا خانوم بدلوني شو علي؟ بشتغل مليان شغلة شغلة ما عليّ شي خانوم أنا بشتغل كما قلت لك ألف شغلة شغلة بس قبل ما تبدليني خانوم يعني يارف تعطيني حسابي هاي حسابي ١٠٠٧٧٠٠٠٠٧٧ أرش خلاص أبو راضي خلاص هذا خالي فاروق بك بمقام أبوك أنا مثل أبو قد الشنتير خلاص خالي لا تزعل خلاص مثل أخوك الكبير بس هلأ خلينا بالموضوع أي خانوم خلينا بالموضوع أخذي شناتي ولا ما أخذون روح أخذون أنت قلت لي خذون عجبك يا مونيرة عجبك كسر هالعصايا على رأس وقبت لي فيه خلاص أبو راضي أنت روح حلاق وأنا بعدين بنادي لك ولا إلك فوت شفلي بلوعة المطبخ رجعت الطف بلوعة لا أخنو ما بقى الطف ليش لحط الطف مو ضروري الطف بحياته ما بقى الطف الله أكبر الله أكبر الله ينصر أمة العرب هي قلت لي خذون لا تمرشيني والسك بعمل بعمل هي مطموشي بابي فلندك وانا نكاية تنفيق بنزل بالأسنصير يا خالي حرام علي ما بيكفيني لجوة كواهم كواهم جايبني هدول كمان اففف شي بيقرف شم شم أواعي خاملة شم خالي شم كلهم الأمراض ما فيهم شي كيف تلبسهم لبناتي هدول لو أخدهم أبو راضي وعطاهم لأمراضي ما بتقبل تلبسهم وبتشحدهم شو شحدهم ما شحدهم إنتي التانية حتتحقهم مصاري خير الله وليش تحتحقهم؟ حدا قل لك شتريهم؟ بس انتي ما هان عليك ناتاشا تدور فيهم وتبيعهم ستي سكسي لا تذكريني لا تذكريني مسكيني هوي بالمطار وعم تودعني صارت تبكي وأنا صرت أبكي هي تبكي وأنا أبكي حتى لتم علينا العالم هيك صاروا فوق منا هي تقولي باي باي أنا قال الخراج تقولي باي باي أنا قال الخراج هي تقولي باي باي تقولي باي باي بس هي وعدتني وقالتلي أنها راجعة ها؟ ما شاء الله عليها عرفت تفهمك أنها راجعة ها؟ لا فيقيلها رفيقة بتحكي عربية هي اللي ترجبت لي رفيقة؟ يعني مو جاية لحالة؟ لك لا جاي مع قروب سياحي كلهم نسوان روسيات جايبين معهم غراض مشان يبيعون هون ما سكين بيقطعوا القلب ومنين اشتريتها الشناتي كمان؟ لا هادول يببعها ما نببعوا مع لودميلا لودميلا؟ ومنو هاي لودميلا كمان؟ هاي رفيقتها اللي بتحكي عربي شفقت عليها واشتريت منها الغراض اللي ما نبعوا معها بعشرة الاف ليرة بس دخت لبينما صرفتوا الدولارات لأنه ليش هي طلبت انه تاخدوا الدولارات مسكينة زعلت عليها وين منها تحملها الشناتي وترجعون على روسيا بتدفع أجار حمولتهم أكتر من كل مرابحة مسكينة بتقطع القلب شقرة بيضة حلوية شفقت عليها يا خالي نضحكوا عليك خالي شو بدنا نساوي بكل هالقواعي؟ عالبسطة ما بينباعوا دخلاك؟ ومدام التأت الرجمان بينك وبينها ليش ما استفسرت وسألت أكتر عن وديع؟ مين هذا وديع؟ يا جوزي خالي ما صار فرصة خالي ما صار فرصة بس وعدتني ترجع هي ورفقاتها هالمرة ما رح تتلبكي فيهم لأنه هزمتهم اللي عمدي على البيت البيت فاضي وما رح بتدقيق أحدا لا هي ولا رفقاتها إذا إجوا لعمدها خطاية زلت عليها كلهم شئر بيض عيون خضر المهم هلأ شو بدي ساوي بكل هالقواعي هدول؟ وهي دفعة خانوم هيك صار ويعني تحكمن حوالي 77 قطعة بالظبط بس قال لي أبياسر لكم إنه بدوا أجرتهم قال كترو أبطرتو عن شغله لعمش ما بيستحي ليش ما بيعرف إنه لبيت أكريكوز مو عاين له أنت حطوهم هنيك خاضر خانوم بيعرف منبنى بيعرف بس يعني قال لكم حساب قديم عندو منطلونات جنز وطقومي نسواني وما عب تدفعولو مقدمني ياك إلهي قومي امراضي تركي هدول قومي فرزيلي هدول ما بيصير مالوا عندنا شيء أنا محاسبة صانعو ما في شيء يجابو ما حاسبتو عليه ما بعرف خانوم أنا ما دخلني هو قلي إليك أنا قلت لك شو قلي طيب أبو راضي عطي شي منك على الحساب وبس يجي خالي بعطيك وقل له ينظفون منيح ما بدي تضل فيون ريحة تخمي أمراضي البلوزات الي فرستيين هاتي لي ياهن لهم وهدول خانوم هدول عشر تالاف وتسعمية ليرا هداك اليوم كان غائل أبو راضي هيك بتذكر بنتاني خانوم هن رايحين أخدوا مني أجار تاكسي قال ما معنص رافي وأنا يا خانوم من زمان ما حاسبتيني صلي معيك وقفل أحسب لك ياهن أجلي حالك أنت هلأ أمراضي أنا أصدر ما عم أعطيك ياهن عم صمد لك ياهن مشان تشتري إسوارة فيهم أحسن ما ياخد لك ياهن جوزك حاكم بعرفه مو تارك لك شيء وأنت يا أبو راضي خد هلكومة هيلة عند أبو ياسر وقلو ينظفون منيح ودير بالك ها عدن في بيناتن بجامات رياضة رجالي وعطيشي على الحساب منك يا خانوم مو كنت أنا وأبو راضي غسلناهن وكويناهن إن إحنا أحاق من أبو ياسر اي خانوم أنا أصلاً اشتغلت كوة من عشر سنين من لما شفت لوحة المراية تبع الكوة علي كوي يا خانوم ما في منه ببلاد برا بس لما داقر السوق قلبت على ناطور خلصت؟ اي خلصت الحمد الله يزيد حمدك أبو راضي فهمت إنك مشتغل كل شي وبتفهم بكل شي بس هلأ خد لي هلكومة لعند أبو ياسر وشوف شو خلص جب ليه لا تخلي الصبي تبعوا يجيبون باب طيقه وعدون وقلو يدير بالواع التكيتات عليهم خانوم ما بتعطيني شي بيجامة رياضة من هدول لازمني وحدة أعطيك بيجامة رياضة تفكر بس روح هلأ خلصني خانوم ما قالت لي هدول من تبعات نتاشا ولا من الجداد لا من تبعات نتاشا الله ينصر أمة العرب يعدمني إياكي نعم سلامتي خانوم سلامتك اوه اتركي هل شباتش عاي يعملي معنا كم حارف بكرياضة خليش اسمي كترا ما بدي عرض معك بس ماما بدي أنا كنا نعرض انا مابدي تاركت هالشغلة لناسا صحيفي تغيرات بزير بالبنايا الصفة ترحاني كتيروا للصفة تخيلوا أنه في بيتين في الجنائي المفاعي في واحد في سيناتهم عبيتهم والثاني كتير وناس مجادة في الشخص في واحد حلو كتير كتير هذا الشخص معنين يعني مع خالو؟ خالو، إنك تضرب على الخيار شواشا مع باسم يا أفض المصورات المتابعة آجتي اشتركوا 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 في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لماذا تضايق انت؟ رفقتك او رفقتي؟ يا لطيف ما قلقمك هاي اول مرة بحياتي وشوفك لقيمة بالشكل شو عملت لك شو عملت لك؟ مو عملت لشي بس هيك انا مليت منها ده خلي منها مالله هلا هاد وقتك؟ هلا هادول اغراض المعلاقي شو بنا ساوي فيهم نحنا؟ اه وشلت ياللي مديانة بواط واواعي الرياضة اللي ملحوش ليه جوا كيف نصرفون؟ بكفي على انه مطيعة بتعرف ناس لهم علاقة بالرياضة وبيفهموا فيها وبيفهموا بقواتيلها دقيلة تلفون دقيلة تلفون خالي خليها تجي يلا يا حبابي يلا شلون جيبة؟ والنسوان اللي خلتهم يتقاتلوا مع بعضهم جايين؟ هاي التلية اللي يتقاتلوا مع بعضهم جايين بقى ليش حتى ما تجي هي ليش حتى ما تجي؟ اتصالحوا اتصالحوا خالي مع بعضهم بس ما تصالحوا معها بخاف اذا عزمتها يشوفوها يتذكروا القصة ويرجعوا يتقاتلوا مع بعضهم يخربوا لي الحفلة هلأ خالي رجعنا للدعوات بدي تحط اللي تقلك كيف يعني كيف يعني يعني بدك تساوي اتصالاتك لحتى تجيبنا ناس مهمين هاي حطينا هون بعمل هيك بعمل هيك بحط النظارات هلأ وضحت الرؤية وهي حطينا هون عندك سليم شيخ الأراضي ممهم وهي عندك محمود بيك جلد وعظم كمام مهم وهذا شو اسمه شو كتبنا هون ورجيني لشوف هذا صرافين العملة ممهم كمام مهم كلهم خالي من أحسن الناس بالشام وأحسن العائلات مو هذا قصدي قصدي بدي ناس يدفعوا كتير بس مو من جيابون كيف هي مركبة معي كيف بيدفعوا ممي جيبتوا لكامي جيبت مين هلأ خالي مو بدك تصرف هالأواعي هاي اللي مبليتوا بليتنا فييون مبلى ومو بدك ترجع رسمالك على القليلة إذا ناقص شوي ما علي شي شو فكرتنا كانت تنساوي بعمل هيك بعمل هيك أبشي لنا الضارة هلأ وضحت الرؤية انتي قولي والله ضيعتيني يعني فيه طريقتاني غير أنهم بيعون خالي إذا بدنا نبيعون هيك ما بيمباعوا حتى لو بسطت فيهم مع الروسيات ايو شو يعني قلت لي شو يعني بفكرة خالي إنه نحنا نعمل عرض أزياء خيري وبصير مزايدة يعني المعزومين بيزاودوا على بعضهم شي جكر وشي وجهة وشي ما بعرف ليش يعني بندفع بالغراض أكتر من حقه وبهالطريقة منقيم حق الأواعي ومنقيم رسمالنا وبنتبرع بالباقي يعني صار لازم نتبرع مو حلوة ما نتبرع وبهيك منطلع راس بعب فهمت خالي شو الفكرة بقى؟ العمى والله ما لك قليل يا منتغتي الله يذكرك بالخير يا مطيع خلصنا خالي خلصني بقى من مطيع قل لي بدك تحطق لك ولا لا؟ بحطه بحطه بس بي بدك أزوم؟ الأمم المتحدة منظمات الأطفال ومساعدة المنكوبين المشردين الأيتام هيك يعني فهمت علي كيف خالي؟ آه فهمت هلأ فهمت بس لازم بنفس الوقت نعمل إعلان إعلان هيك كبير يكون بالجرايد ولوحات الإعلان الكبيرة لحتى الناس يتحمسوا ويجوا خالي خالي صحي؟ سمعت قال في ممثلين هون عم يمثلوا بالبناية الصفرة ومعهم باسم ياخور مين باسم ياخور؟ خالي هذا الطويل ما عرفته؟ شو بدك يان يمثل معهم يعني؟ لا خالي روح يعزموا وشو بتلاقي ممثلين يعزمون جيتهم بتعمل دعاية ومنكتب كمان بالدعوة بحضور عدد كبير من الفنانين المشهورين بس ما يكون بيناتهم من قار لا خالي هلأ واحدة بتطلع من الشمال والتاني بتطلع من اليمين والتنتين بتمشوا مع بعض بنفس الوقت يلا لأشوف بقي يا رجل نطلع باليمين اي يلا لأشوف واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين وبتلفوا يلا رجعوا ارجعوا واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد واحد اتنين وبتلفوا يلا يا شبات رجعوا وعملوا مع بعضكم لحالكم يابق ارجونا واحد تنين واحد تنين واحد تنين واحد تنين واحد واحد تنين وبيتلفوا وقال روما انا شو اعمل انتي من تطلع الى حالك بس لازم تعملي شي تلفتي في النظر اليك طب شو رأيك مره اطلع حاملة قطة مره اطلع حاملة عصفور فكرة انتي من نص العيلة الزكي شو قصلك قصدنا احنا من النص الثاني يا لي مو زكي ما لا تنسبك ايه ما بدي ما بدي يبطلك عرضوا ازياء لحالكم انا بطلت وعرض معكم شو بك انت مصتي انا ما عم سببك بس مو انتي قلتي انو نص عالتنا اسكية ونص حلوين انتي بقى من نص الحلوين بس ايه ازا هيك ما عليشي قبلاني يلا يلا فيفي واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد واحد واستلفوا تم رنتوا مني بدي ما تغلطوا ابدا بدكن تعرضوا هالاواعي وكأن احلى اواعي بالدنيين لازم للضيوف يحسوا انها حلوية اما يبي اما يبي اما يبي هدو الاواعي كتير بشين ومشرشحين يعني شو ما عملنا رح يضلوا بشين ومشرشحين اما يبي وانتي؟ شون تعملي هون؟ ليش قاعدة هون؟ قومي عالمطبخ، قومي تاركي الشغل وقاعدة هون؟ هننا قالوا لي انه قاعد هون؟ انتو قلتولها؟ ايه قومي؟ 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 قومي مبسطة مثل قاعد عباب الجامع حاضر خانم وانتي؟ في في خانم؟ نقدة خانم؟ محططت لي هالعادة؟ ممدي؟ هلا انتي ما بتشوفي عروض الأزياء بالتلفزيون؟ بلا ما بتشوفي أواقية الأواعي بيكون معلق عليها شقف تناك شقف ورق أواعي ما لا أواعي، شرطي تقماش ما لا شكل؟ بلا ايه خلاص، اعتبروا حالكم مثل هذول العريضات فكروا بالجمهور، لا تفكروا بالأواعي اللي يلابسينا حبيبة قلبي انتي قلبي ايه اللي تتنجحي بالبكالوريا سمعاني؟ متل ما قالت القنرولة بتساوق وفكروا بالجمهور وفكروا فيني وبمصاري خالكم فاروق يلي إذا ما نباعوا الأواعي حينكبوا على الأرض دربتيون على بيجامات الرياضة؟ ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي أنا ما بلبس بيجامات الرياضة، ما ما رجاليات محلوين علينا ما بدي ما بدي ما بدي ولك بس بقى نكدي نكدي أمراضي؟ أمراضي؟ معم قالوا؟ وحي ناديلي لأبو راضي human يروّة شني يشوف، واحد、 ثني واحد، اثنين، واحد، اثنين، واحد، اثنين، وبيتلف او بالف synجس عدم المؤاخذة خانوم، أنا صحيح عملت كل الشغلات بزماني بس هذه الشغلة ما اشتغلتها، ما اشتغلتها يا خانوم؟ شو بتقولوا عني نواطير البناية الثانية؟ أنا رجال، رجال، في يعني عدم المؤاخذة، في حريم يا خانوم أبو راضي، هذا عمل خير، في حدا ما بيحب عمل الخير؟ خير عن خير بيفري، وأنا ما بيشتغل شغل النسوان يا أبو راضي، هتروح وتجي وتزور الناس، مو مطلوب منك أكتر من هيك الشغلة سهلة كتير، جربها واحد، اثنين، واحد، اثنين، واحد، اثنين، وبلف شو هاد؟ فك عاقتك شوي، ليش هيك عابس؟ هيك بتراحي بالعالم مظبوط أبو راضي، خلي تطليعتك بين الزور والابتسام، بتسملك شوي بس اللي أول و الشرط آخره شو خانوم؟ شو يعني؟ بدك إجراء؟ مو بس إجراء خانوم، بدي البيجامة اللي أعرض لك ياها تصير إلي لا، هيك ما بتوفي معي أبو راضي، يعني ممكن فكر أعطيك بيجامة واحدة عطي ما بتوفي خانوم، مو جايبة كلفتها لك شو هي مو جايبة كلفتها؟ شو هتساوي، انت حتروح وتجي شلوش هتساوي خانوم، شوش هتساوي، بهذا الوقت يا خانوم، أنا بكون غسلت لي خمس ست سيارات إذا كل سيارة مئة ليرة مئة ليرة، تكون جمعت ستمائة ليرة، يعني ستمائة ليرة بيجامة أحسن من هتول هتول الخفاف خانوم، مو تقال؟ ماشي الحال، كلما عرضت عشر بيجامات بعطيك واحدة ما بتوفي كلما عرضت من بيجامات بعطيك واحدة؟ ما بتوفي كلما عرضت ست بيجامات بعطيك واحدة وأقل من هيك، ما بتوفي معي اي شو علي خانوم، إذا هيك شو علي؟ تمام، أصبح لجيب ابني راضي معي مشان نخلص أوام اي فكرة، بصير في حركة خانوم، ما عندك شي لها المستورة كمان نعرضه؟ اي لما، اي الحفلة لغيناها، خلص عم بقلك لغيناها مات حدا من قرايبيننا شو لغيناها؟ شو لغيناها؟ بدك خالي ينزليت؟ نعم، نعرض نحن نالفه ومرتو؟ لأ مهما، الغية، الغية بيكون أحسن حلو والله، بكرة منصير مضحكة قدام العالم هلا، انت شو بدك؟ مو لما بيعملوا حفلة لعمر الدياب أو لنوال الزغبي بيجيبوا ناس مغمورين ما حدا بيعرفهم بطلعهم بقوة الحفلة بيعبوا فيهم وقت ايه، عتبري أبو راضي هيك؟ أبو راضي ولا قال أبو راضي؟ من بيت مين هنين قال شو؟ ما بعرف، أنا بعرف أنا مرة قرأت جلاء راضي مكتوبة عليه راضي المشحوط، شي حلو كثير بكرة قال أكريكوز وقال المشحوط يقدمونا عرض الأزياء لأشو أواعي بالي مش رشحة شرطيط خلص فيفي، هالسيرة خلصتها منا بعدين العيلر تساعد بعضا خارنا تورد، شو منعمل؟ يعني منتركه؟ لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه بعدين تعي لقلك، فيك تعرض شي من أواعيكي وإذا نباعو، خدي حقون انتي نيحيك؟ وأنا، فيني إعرض بناطليني؟ إعرضيهم، بس بالأول بتكون التفقولي الأواعي تبع روسيا بينفقوا مع ما بينفقوا قالوا، لما؟ ملتغت الحفلة لا، طلع موميت، عم بيمثل يلا باي ماما، صحيح خالوا عزم باسم ياخور على حفلة عرض الأزياء المنساوية نحنا؟ عزموا، وقال جاي وعزم كمان شكران مرتجم وأكدت له إنها جاي ومثل العادة طار عقله فيها وقال بتشبهني، مو متل ما تطلع بالتلفزيون بس أطول مني بشوي ليش قاعدين عم توتوتو؟ شو لصة؟ لينتوني بقوذة ماما وقعدتو توتوتو؟ يلا علينا نورو يا عبدا أهادة، خطروا لي يا أهلية، شرفتوا أهلا بكم أهلا بكم أنا رايحة مونيرة خانون ليه، ملائحة وراحة، ان فادي شايد معلاش إذا بتريدي، بدي إمشي؟ ولا تسأليني لك؟ ماذا أسألك لي حدا زع ليك؟ يا حبيبتي خليني أمشي لأن الواحد إذا ما حفظ عد روئينته ما حدا بيحفظ الياب أسعدي يا شبكي ما تهزتيني؟ ماعتبدة عليكي بالضيارة في علامة بالله شو؟ ماعتبدة عليكي؟ قالوا للألولة للحمار عزميناك على العلز قالوا طبعا يا لزع الماء يا ملأ للحطا خلاص إنفادي رولي رولي لو ما اعتمد عليك انت خليتي ولادي هن اللي يعرضوا بي جامات الرياضة مو أبو راضي وابنة أبو راضي وابنة يا منيرة خانة هيك بتعملي حتى عزيمة حتى عزيمة يا منظومة ما عزمتين لولادي شوفي أهلا وسهلا أهلين أهلين شرفتم يسلوا وبدريك كل الناس جايبين ولادهم معهم والله العزيم نسوي نسوي بعد لحنت يولادك بدك عزيمة روحي جايبين قوام قوام روشي مين بده جيبون روحي جايبين مين بده عام بله خلاص الغاف قبل حيação أوت leaves لا uni παات ماذا سلوم ماذا سلوم ماذا سلوم يا حبيبي شك 201815 خلاص، أقول له أنه تخاف من الخيل بتخاف من الخيل، بتخاف من الخيل يا سلوم الله معك مين سلوم؟ رفيق وخالي شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة